أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه صلاة دائمة أبدية إلى يوم أن نلقاه هذا الفيديو الذي بين أيديكم هو حقيقة وهذه الحقيقة تبين حقيقة يغفل عنها كثير من الناس هذه الحقيقة شك منها العلماء وبك منها الحكماء الحقيقة التي فرقت الجماعات وهدمت اللذات الحقيقة التي لا يعرف الإنسان عنها شيئا حقيقة تشمئز منها النفوس وتذيق منها الصدور هذه الحقيقة هي حقيقة الموت يقول ربنا جل وعلا قول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون هذا الفيديو في قبيلة صارت العشاء بربع ساعة الحاج محمد مرجاط يدخل المسجد كما أنتم تشاهدون في الفيديو وهو مبتسم بتلك الضحكة وبذلك الوجه البشوش بعد دقيقتين يخرج منه على أكتاف الرجال وقد فاضت روحه إلى بارئها وقد انتقن من ساعة الدنيا وضيائها إلى ظلمة القبر وذيقه هذه الحقيقة التي قال عنها سيدنا أبوك الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه كل مرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه هذا الرجل الطيب الذي كان له فضل كبير هذا الرجل الذي نشهد له بالخير نشهد له بالصلاح يحضر إلى المجالس التي يذكر فيها اسم الله ويصلى فيها على رسول الله هذا الرجل الذي يده مبدود لكل الأعمال الخيرية لكل المبادرات هذا الرجل المعروف بإطعام الطعام المعروف بإفشاء السلام الرجل الذي قال فيه ربنا جل وعلا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثرهم فترك آثرا طيبا في حال حياته وهو يترك لنا آثرا جميلا في المسجد في صلاة النافلة ختم الله جل وعلا بهاته الموت وهو ساجد في صلاة تحية المسجد وغايته ونيته في ذلك أن يجلس ويستمع للدرس في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام نسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة اللهم إنا أمسينا أراضينا عن الحاج محمد مجاد اللهم ارضى عنه يا رب